خط أربيلا بغداد جويا تعش بحركة وفود حكومة كردستان حميلة معها ملفات عدة أبرزها حصة الإقليم في الموازنة وقانون النفط والغاز التي تركز عليهما أربيلا لاستثمار خطوات إعداد الموازنة النهائية قبيل إرسالها إلى البرلمان وضمان رفع نسبة حصتهم إلى 14% هذا العام هذه المناقشات والوصول إلى نتائج والوصول إلى حلول بين أربيلا وبغداد ستكون أيضا خطوة استباقية في حال وصول الموازنة إلى البرلمان حتى لا تكون هناك خلافات كثيرة عادة الفقرات التي تأتي من الحكومة يتم تركيز عليها ربما لا نحتاج إلى وقت طويل أيضا لحل الخلافات حتى داخل المجلس مشاكل سياسية متجذيرة بين الإقليم والمركز تتعلق بتصدير النفط والواردات المالية الأخرى لذلك يطمح الإقليم بتشريع قانون النفط والغاز وفق ما يراه مناسبا وهذا ما لا يروق لبعض الأطراف في بغداد هذه الخلافات ربما سوف يتم تذويبها من خلال التفاقيات مع بعض الشخصيات الكبيرة السياسية هنا وهنا ممكن يتفقوا على برنامج أو على جندة خاصة بهم وبالتالي أعتقد أنه سوف يتم الوصول إلى حلول تتيح لهم أن يتقاربوا أكثر وما كانت تخشاه أربيل بتمرير الموازنة عكس طموحها بتثبيت حصتها المالية في الموازنة وتصدير النفط وواردات المنافذ الحدودية وأموال الضرائب لن يؤثر مجددا هذه المرة فالأطراف السياسية تلتزم معها بمواثيق واتفاقات سبقت تشكيل حكومة السوداني وإذا ما أخلفت بوعودها تلك الأطراف فلن يتبقى لأربيل سوى التصعيد السياسي وهذا ما تتجنبه بغداد فقد يفرط عقد الحكومة الحالية ويحدث إيرباكا في المشهد السياسي من بغداد جابر جمال الرشيد